بسم الله الرحمن الرحيم عزيزات الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندى بحول الله الإجابة عن السؤال الثالث عشر من اختبار الفرس لأكتوبر 2018 السؤال بيقول فان the solution set of the inequality absolute x plus 2 divided by 5 smaller than 3 مبدئياً احنا عندنا نوت مهمة ان لو عندي absolute a times b ده اقوى absolute a times absolute b يعني الابسليوت بيتوزع على محتوياته في حالة الضرب او الابسليوت بيتوزع على محتوياته في حالة الاسمة يعني absolute a divided by هو نفسه absolute a divided by absolute b فلما تكون عندي absolute x plus 2 divided by 5 دي قادر اكتبها absolute x plus 2 divided by absolute 5 وابسليوت 5 هو نفسها 5 ابسليوت الرقم البوزيتف هو نفسه positive يبقى absolute x plus 2 divided by 5 هو نفسه absolute x plus 2 divided by absolute 5 which is equal to 5 طبعاً ده كله smaller than can 3 هعمل cross multiplication يعني هضرب 5 times 3 تديني كام 15 تديني 15 في رول عندنا كنا شرحناها قبل كده في اكثر من فيديو ان لما يكون عندي absolute اقل من الرقم يبقى بضع القيمة اللي داخل الابسليوت ما بين ناقص الرقم والرقم يعني لما يكون عندي absolute x اقل من k يبقى الـ x ما بين negative k و k فنفس الكلام x plus 2 داخل الابسليوت اقل من 15 يبقى x plus 2 smaller than negative 15 واقل من 15 بعد كده هوادي الـ 2 للـ right hand side واحركها للـ left hand side الـ 2 هتبقى لما تطرح من 15 تبقى 13 والـ 2 لما تطرح من ناقص 15 تبقى ناقص 17 يبقى الـ solution set او الـ x belongs to في الفترة من ناقص 17 لـ 13 طبعا هما الـ 2 open عشان هنا مفيش يوسع الـ answer دي موجودة فيين موجودة في D يبقى الـ final answer هي D السلام عليكم ورحمة الله وبركاته